بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طالبات وطالبات السنوية العامة أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من برنامج الفيزياء في الحلقة السابقة درسنا دوائر الطيار المتردد والدائرة السادة مهمة جداً تحتوى على مصدر متردد ومقاومة أومية وملف حس ومكسف لازم نكون عارفين كويس قوي إزاي بحسب المعاوقة زد زد بتساوي إيه؟ جالاً نفكر مع بعض نفتكر الجزر التربيع لأر تربيع زائد XL نقص XC الكل تربيع طيب لو عايزين نحسب الطيار I هتساوي V للمصدر على المعاوقة طيب احسب تان سيتا في هذه الدائرة افتكر مقاومة وملف ومكسف يبقى تان سيتا بتساوي إما XL نقص XC على R أو VL نقص VC على VR الكلام اللي احنا قلنا دلوقتي مهم جداً جداً علشان هندرس تطبيقات الطيار المتردد وهندرس في هذه التطبيقات الدائرة المهتزة ودائرة الرنين تطبيقات دوائر الطيار المتردد لازم نشوف الأول ما هي العلاقة بين التردد وكل من XL و XC و R و Z XL المفاعلة الحسية للملف XC المفاعلة السعوية للمكسف R المقاومة الأومية Z المعاوقة ما العلاقة بين التردد وهذه كميات الطبيعية نشوف العلاقة بين R و F احنا نرسم العلاقة ازاي؟ هل R تعتمد على F؟ لا ده R بحسبها منين رو EF إلا على A إذن لا علاقة بين R و F هنرسم خط مستقيم موازل محور التردد F وبالتالي تظل قيمة المقاومة الأومية سابتة لا تتغير بتغير تردد الطيار المتردد طيب في حالة ملف العلاقة بين XL و F لو انت ناسي افتكر القانون XL بتساوي 2x F في L يبقى العلاقة تردية بين XL و L يبقى العلاقة تردية بين XL والتردد F إذن المفعلة الحسية للملف تزداد بزيادة تردد الطيار المتردد XL تتناسب ترجي مع F طيب في حالة مكسف إيه العلاقة بين XC و F تم تفتكر القانون XC واحد على 2x F في C يبقى العلاقة علاقة عكسية تمثل بمنحنة دالة الكسرية علاقة عكسية إذن هتقل المفعلة السعوية للمكسف لما بنزود التردد للطيار المتردد يعني XC تتناسب عكسي مع F طيب إيه اللي هيحصل لزد المعاوقة بتاعت الدايرة هتفضل تقل تقل حتى تصل إلى نهاية صغرى إمتى عندما XL تساوي XC يبقى لما نيجي نرسم العلاقة بين التردد والمقاومة خط مستقيم يعني مفيش علاقة موازل محور التردد مع XL علاقة تردية خط مستقيم بلو موجب مع XC علاقة عكسية منحنة ده اللي كسرية يبقى هنا كل ما التردد يزيد الفرق بين XL و XC يقل لحد ما نيجي عند قيمة معينة ثم يزداد الفرق مرة أخرى وبالتالي عند نقطة معينة يصبح XL بيساوي XC عند النقطة الخضرة اللي قدامك المنقطة يبقى التردد اللي تحت ده عنده XL تساوي XC يبقى المعاوقة تزيد للدائرة بعد كده بعد الخط المنقطة اللي أخضر هتزيد المعاوقة لأن الفرق بين XL و XC اللي هيحصل لها بتزيد يبقى المعاوقة بتزيد لاحظ في الدائرة اللي بتحتوى على مقاومة وملف دائرة RL أو RC مقاومة ومكسف أو دوائر RLC التلاتة مع بعض مقاومة وملف ومكسف القدرة الحقيقية الباور يعني المستنفذة في الدائرة تستنفذ فين عبر المقاومة الأمية فقط في صورة طاقة حرارية إذن لما نجي نحسب الباور القدرة الحرارية يقيم أي تربيع في R أو V تربيع لR على R تعالوا نشوف مسألة دائرة التائرة متردد تحتوى على ملف ومقاومة ومكسف يبقى الدائرة فيها التلاتة عناصر متصلة معنا على التوالي فإذا كان فرق الجهد عبر الملف يعني VL 80 فولت وعبر المقاومة يعني VR 40 فولت وللمكسف 50 فولت VC وكان الطيار في الدائرة I 2 أمبير ارسم مخطة الجهد ثم احسب الجهد الكل للدائرة 10C تزاوية التور ومخوص هذه الدائرة القدرة الحقيقية على هيئة حرارة المعاوقة تعالوا نشوفها نحل ازاي طلع بياناتك VL 80 فولت VR للمقاومة 40 فولت VC 50 فولت I تساوي 2 أمبير المطلوب الأولاني عايزين نرسم المخطط احنا قلنا في حالة مقاومة VR والI في طور واحد في حالة ملف VL تسبق I وبالتالي VR 90 درجة VC تتخلف عن VR أو الطيار 90 درجة لما نجي نجيب المحصلة ويبقى سيتة موجودة بين VTotal والVR VR يبقى الرسمي بتاعنا يوضح العلاقة بين VL وVR وVC VB تساوي ايه الجزر التربيع لVR تربيع زائد VL نقص VC الكل تربيع يبقى الفيعة تساوي نعوض V44 يبقى 40 تربيع VL 80 نقص VC 50 يبقى 80 نقص 50 كل تربيع هتطلع للV بخمسين فولت ده VTotal بتاعة الدايرة اللي هي EMF للمصدر عايزين نحسب نحسب تان سيتة VL نقص VC على VR وممكن XL نقص XC على R يبقى VL 80 والVC 50 الVR ب40 يبقى تان سيتة 30 على 40 وبالتالي 3 على 4 شفت تان نجيب سيتة تطلع 36 و87 من 100 درجة دي فرق زاوية الطور بين الجهد الكلي والطيار اذا للدائرة خواصة حسية ليه؟ حيث يتقدم الجهد الكل على الطيار بالزاوية اللي احنا حسبناها 36 و87 من 100 درجة المطلوب التالت الR هتساوي ايه؟ VR على I يبقى الR هتساوي 40 على 2 جيبنا الR بكام 20 اوم نحسب الباور عايزين القدرة المستنفذة هنا لا تستهلك إلا في المقاومة بس يبقى I تربيع في R يبقى 2 تربيع 4 يعني في 24 يطلع 80 واط المطلوب ديل الزد هنا هتساوي V على I الV بخمسين والI باثنين يعني 25 اوم نشوف كمان مسألة وصلة مكسف سعته خمسة مايكرو فراد هحاول المايكرو فراد للفراد يعني هنضرب في عشر او استسالي بستة وصلة على التوالي بملف حس الزاتي يبقى عندنا كمان L 6 من 100 هنري ودينامو يعني مولد تيار متردد تردده يبقى الF عندنا 400 هرتز يعطي فرق في الجهد عند طرفي مخرجه 70 فولت فاذا كانت مقاومة الدائرة 90 اوم المطلوب عايزين XL المفاعلة الحسية للملف و XC المفاعلة السعوية للمكسف عايزين زد المعاوقة شدة الطيار 10 سيتا واجب منها سيتا يعني زاوية الطور زاوية الطور بين الجهد الكلي والطيار هنحل ازاي طلع بياناتك عندنا الساعة 5 مايكرو اضرب في 10 استثالي ب 6 بقى اتفراد L 6 من 100 هنري اللي هو الحس الزاتي للملف F التردد 400 هرتز الجهد 30 فولت المقاومة R 90 اوم عايزين XL و XC Z و I و XC نحسب الاول XL يلا افتكر قانونك XL أوميجا L يعني 2 باي FL نعوض 2 البي 22 على 7 التردد 400 معامل الحس الزاتي L 6 من 100 حسبنا XL 150 و 86 من 100 اوم لازم نحسب XC XC 1 على أوميجا C يعني 1 على 2 باي F في C نعوض 1 على 2 البي 22 على 7 السبعة تبقى في البسط في التردد 400 في الساعة 15 واستثالي ب 6 حسبنا المفعلة السعوية XC 79 و 55 من 100 اوم طب نحسب المعاوقة في تكر القانون فيها 3 عناصر يبقى زدها تساوي الجزر التربيع زد XL لنقص XC كل تربيع نبدأ نعاوه يبقى زدها تساوي الجزر التربيع لي R تربيع 90 تربيع زائد XL 156 من 100 ناقص XC 79 و 55 من 100 كل تربيع حسبنا كده المعاوقة 114 و 8 من 10 اوم المطلوب جيم هنحسب I I بتساوي V على Z V ب 30 وجبنا المعاوقة 114 و 8 من 10 تطلع I 26 من 100 دال عايزين سيتا يبقى تان سيتا افتكر قانونك الدارة فيها تلت عناصر يبقى XL ناقص XC على R نعاوه XL 156 من 100 ناقص XC 79 و 55 من 100 على R 90 حسبنا تان سيتا و منها نحسب سيتا شفت تان 38 و 4 من 10 درجة المطلوب دال الجود الكل يتقدم على الطيار بزاوية الدي اي 38 و 4 من 10 درجة موسيقى الدارة المهتزة دي دائرة كهربية اللي بيحصل فيها تبادل بين الطاقة المخزونة في الملف دي على هيئة مجال مغناطيسي مع الطاقة المخزونة في المكسف المكسف مخزن للطاقة الكهربية على هيئة مجال كهربية اذا فيه تبادل طاقات في صورة مجال مغناطيسي وفي صورة مجال كهربية تعالوا نشوف تركبها تتركب من ايه زي ما احنا شايفين قدامنا عندي بطارية ومكسف وملف حس في دائرة البطارية فيه مفتاح ايه وفي دائرة الملف والمكسف مفتاح اخر بي يبقى عندنا ملف حس له المقاومة بتاعته صغيرة جدا مكسف ساعة سي بطارية قوة هالدفعة في بي كلهم متصلين زي ما احنا شايفين عن طريق المفتاحين ايه وبي تعالوا نشرع عمل الدايرة المهتزة تعالوا نقفل المفتاح ايه ونفتح بي اذا اصبح البطارية متصلة مع المكسف لو قفلت ايه ايه هيحصل افتكر معايا تمام برافو عليك شحن يبقى هيمر طيار لحظة في الدايرة هيتشحن المكسف احد اللحين بشحنة موجبة والاخر بشحنة سالبة وهيمر طيار لحظة يعني حتى هيحدث شحن تام للمكسف ويقف مرور الطيار يبقى يتم شحن لوح المكسف المتصل شحنة مجابة واللوح اللي تحت السالب بشحنة سالبة هتوقف الطيار الكهرابي عندما يتساوى الفي سي مع الفي بي يعني الجود المتولد بين لوحي المكسف مع الفي بي للمصدر فرق الجود للبطارية وبالتالي هتولد مجال كهرابي بين لوحي المكسف وكده المكسف مخزن للطاقة يعني تختزن الطاقة على هيئة مجال كهرابي بين اللحين نفتح بقى ايه اللي هيحصل يفضل المكسف مشحون يبقى احنا هنا في الحالة الاولانية دية عملنا شحن للمكسف طيب نعمل العكس بقى هنقفل المفتاح التاني ونفتح المفتاح الاولاني ايه يعني هنقفل بي اصبحت الدايرة عاملة ازاي معايا ملف مع مكسف والمكسف مشحون ايه اللي هيحصل هيفرق المكسف شحنته خلال الملف وهيمور طيال لحظة اتجاه من اللوح الموجب لللوح السالب هيقل كده فرق الجهد بين لوحي المكسف يفضل يقل يقل حتى ينعدم ويتلاشى المجال الكهربي بين اللحين هيتولد مجال مغناطيسي موجود يبقى تحولت الطاقة الكهربية في المكسف من مجال الكهربي الى مجال مغناطيسي في الملف يبقى يحدث اختزان للطاقة اللي كانت في المجال الكهربي نتيجة مرور الطيار خلال الملف في البداية بيبقى فرق الجهد بين اللحين بتوع المكسف كبير وبذلك يكون الطيار المر في الملف نهاية عظمة ثم يحدث تفريغ يعني يتناقص فرق الجهد بين اللحين هذا يؤدي الى تناقص شدة الطيار اللي بيمر في الدائرة هذا يؤدي الى تناقص الطيار شدة الطيار الى تولد قوة دفع كاربية مستحصة ترضية فين خد بالك بالحس الذاتي للملف تعمل ايه تسحب مزيد من الشحنات الموجبة من اللوح الموجب الى اللوح السالب بالشكل ده بيشحن اللوح الذي كان سالبا العكس بقى شحن في الاتجاه المضاد بشحن موجبة واللوح الذي كان موجبة هيتشحن بشحن سالبة يعني شحن في الاتجاه المضاد يؤدي تولد فرق الجهد العكسي الى تولد مجال كهربي بين اللوحين مرة تانية معاكس للمجال الاولاني ويقل الطيار في الملف ويقل المجال المغناطيسي الناشئ عنه حتى ينعدم المجال المغناطيسي بالشكل ده تحولت الطاقة المخزونة على شكل مجال المغناطيسي في الملف الى طاقة مخزونة على شكل مجال كهربي في المكسف هيفرغ المكسف شحنته مرة اخرى فين نحية التانية في الاتجاه المضاد يعني في اتجاه معاكس لاتجاه التفريغ الاولاني وهكذا تتكرر عملية التفريغ والشحب وتحدث اهتزازات كهربية سريعة جدا في الدائرة وهنلاحظ تبادل الطاقة باستمرار بين المجالين الكهربي والمغناطيسي الكهربي في المكسف والمغناطيسي في الملف لاحظ عزيز الطالب انه نظرا لوجود مقاومة في الملف والاسلاك الاخرى اذا فيه مقاومات اومية جزء من الطاقة يتحول الى طاقة حرارية ده بيؤدي الى فقد الطاقة تدريجيا وبالتالي تقل شدة الطيار المتردد في الدائرة كده هيقل فرق الجهد بين اللحين بتوع المكسف تدريجيا الى ان ينعدم وتتوقف عمليتي الشحن والتفريغ ويتلاشى يعني ينعدم الطيار نقدر نحافظ على عملية الشحن والتفريغ ازاي يعني احنا عايزين دايما تتولد زبزبها سريعة نقدر نغز المكسف بشحنات كهربية اضافية تعمل ايه تعود الناس المستمر في شحن المكسف لما نجي نرسم العلاقة بين كمية الكهربية والزمن في الدائرة المهتزة بنلاحظ ان الموجة تقل مع الزمن يعني بيحصل اضمحلال للشحنة بمرور الزمن حتى تنعدم الشحنة يبقى اللي قدامنا ده تمثيل بياني يمثل اضمحلال الشحنة بين لوحي المكسف مع الزمن يعني بمرور الزمن تردد الطيار الكهرابي في الدائرة المهتزة عايزين نحسب تردد الدائرة المهتزة اف في الدائرة المهتزة بيبقى الطيار اكبر ما يمكن امتى لما اكس ايل تساوي اكس سي اكس ايل المفاعلة الحاسية اكس سي المفاعلة السعوية نقدر نستنتج اف اللي هو التردد للدائرة المهتزة من العلاقة عند مرور اكبر طيار اكس ايل بتساوي اكس سي طب انت هتستنتج اف ازاي ما تعود ب اكس ايل وا اكس سي تبقى سهلة قوي تقدر تحسب التردد نعود ب اكس ايل طو باي اف ايل طب اكس سي واحد على طو باي اف سي وبالتالي اف تربيع اضرب اف في اف هو ودي الباي في الطرف الاخر يبقى اف تربيع بتساوي واحد على اتنين في اتنين باربعة باي في باي باي تربيع في ايل في سي طب انا عايز احسب اف خد الجزر يبقى اف هتساوي الجزر التربية تحت الجزر ايل في سي يبقى اف هتساوي واحد على اتنين باي تحت الجزر L في C C ساعة المكاسف L معامل الحس الذاتي للملف ما العوامل التي اتوقف عليها تردد الطيار في الدائرة المهتزة ارجع للقانون بتاعك وطلع منه العوامل انا قلنا F بتساوي واحد على 2B تحت الجزر L في C يبقى طلع من هنا العوامل برافو عليك تبقى C و L تحت الجزر يبقى جزر التربيع لC C ساعة المكاسف والعلاقة علاقة عكسية طيب لو برسم علاقة بين F وواحد على جزر C هحصل على خط مستقيم ميل وموجب ويبقى الميل هنا بقية القانون F في جزر C بقيته 1 على 2B تحت الجزر في L العامل الثاني L بس تحت الجزر يعني الجزر التربيعي لمعامل الحس الذاتي للملف والعلاقة علاقة أيضا عكسية يبقى لو برسم علاقة بين F وواحد على L هحصل على خط مستقيم لما تجيب الميل هتقسم صد على سين يعني F على واحد على L تحت الجزر يبقى الميل بيساوي F في جزر L باقي قانون الذي يساويه الميل واحد على اتنين باي تحت الجزر C تعالوا نشوف مسألة اوجد تردد الطيار في دائرة مهتزة هيديك ايه؟ معامل الحس الذاتي للملف فاكر رمزه يبقى دا قل بس تخد بالك بالميل هنري هحاول الميل هنري للهنري هضرب في عشرة استثالب 3 وسعة المكسف أربعة وتسعة من عشرة مايكرو فاراد هحاول المايكرو فاراد للفاراد اضرب في عشرة استثالب 6 تعالوا نحل مع بعض نكتب قانوننا عندنا ايه اللي بتساوي؟ بيانات المسألة 16 ميل هنري C أربعة وتسعة مايكرو فاراد عايزين التردد نكتب قانوننا F تساوي واحد على اتنين باي تحت الجزر يعني على L في C نعوض يبقى واحد على اتنين البي اتنين وعشرين على سبعة السبعة تبقى في البسط مضروب في في تحت الجزر عشرة قس ستة فعشرة قس تلاتة على ستاشر فاربعة وتسعة من عشرة كده حسبنا التردد 568 و18 من 100 هيرتز لما نيجي نقارن بين ترددين دائرتين مهتزتين يعني عندنا دائرتين مهتزتين وعايزين نقارن بين الترددين لاحظ عشان نقارن بين اي كميتين في المنهج اقسمهم على بعض يعني الكمية دي قدي ايه من التانية يبقى عشان اقارن بينهم العلاقة بين الاف والالي وسي عكسية يبقى نقول وتحت الجزر اف وان على اف تو جزر ال تو عكسية سي تو على ال وان سي وان عندما يكون نفس الملف في الدائرتين نفس الملف يعني الحس الزاتي سابت اصبحت العلاقة بين التردد و سي بس يعني ال وان بتساوي ال تو بتساوي ال في الحالة دي عشان اقارن هعمل ايه اف وان على اف تو مفيش الى سي بس والعلاقة عكسية جزر سي تو على سي وان ولكن عندما يكون نفس المكسف في الدائرتين يعني السي سابتة اصبحت العلاقة عكسية بين الاف والال يبقى السي وان بتساوي سي تو وهي سابتها بتساوي سي يبقى اف وان على اف تو هيساوي جزر. تمام? الى تو على اللون. التطبيق التاني دائرة الرنين. تستخدم في ايه دائرة الرنين? لاحظ ان الدائرة المهتزة بتستخدم في اجهزة الارسال اللاسلكي. يعني بنولد زبزبة سريعة. لكن في دائرة الرنين تستخدم في اجهزة الاستقبال مش الارسال العكس. الاستقبال اللاسلكي. ليه? عشان انتقي الموجة من الجو. عشان اختار المحطة اللي انا عايزة اتفرج عليها او اسمعها يبقى انت بتغير من تردد التلفزيون علشان تنطقي موجة من الجو يبقى ده استخدامها انتقاء الموجة من الجو تتركب من ايه زي ما احنا شايفين قدامنا كده مكسف متغير السعة لما يكون عليه سهل الاكسي سي ده مكسف متغير السعة عليه سهل ملف حص مقاومته الامية صغيرة وقدر اغير عدد لفاته يعني انا ممكن اغير عدد لفات الملف اللي مفعلته اكسي ال او اغير من سعة المكسف وعندنا ماظر طيار متردد اقدر اغير تردد الاي دي اميتر حراري عشان يقيس طيار متردد هنعمل ايه لما بيمر الطيار في الدايرة هغير تردد المصدر الكهرابي او ممكن اغير عدد لفات الملف او سعة المكسف بغير ليه شدة الطيار تتغير لما بغير انا التردد او اي حاجة من اللي انا قلتها شدة الطيار هتتغير لما بيمر الطيار في الدايرة مع تغيير تردد المصدر شدة الطيار تتغير ازاي شفنا العلاقة بين التردد وكل من اكسي ال واكسي سي وار وزد عايزين نشوفها مع اي العلاقة بين اي وزد علاقة عكسية يعني عندما تصل زد الى اقل قيمة اي تبقى نهاية عزمة ماكسومم ويبقى عند انتباق زد على ار اللي هو اللاخضر المخطط الافقي ده دي ار معناها ان اكسي الا هتساوي اكسي سي وبالتالي زده هتساوي ار فبيمر اكبر طيار هتقل شدة الطيار كلما زاد الفرق الاختلاف بين تردد المصدر وتردد الدائرة هتزيد شدة الطيار كلما قل اختلاف التردد فرق التردد بتاع المصدر وتردد الدائرة شدة الطيار هتبقى اكبر ما يمكن امتى اذا اتفقت ترددان من هما تردد المصدر وتردد الدائرة شدة الطيار هتبقى اكبر ما يمكن اذا كانت ترددات متساوية يعني لما تتساوى المفاعلة الحاسية مع المفاعلة السعوية المفاعلة الحاسية اكسي ال المفاعلة السعوية اكسي سي تصبح الدائرة في حالة رانين يبقى الرانين في الكهربية ايه مرور اكبر طيار امتى XL هتساوي XC وبالتالي زد هتساوي R ويمر اكبر طيار خب بلك هتطلع هنا تنسيتها بسفر في حالة الرانين نضم نستنتج ايه تعالوا نستنتج شروط الرانين يعني اذا اصر في دايرة مهتزة مصادر كهربية كتير ومختلفة في وقت واحد الدايرة امتى هتنطق الموجة يعني الدايرة لا تسمح الا بمرور الطيار الذي يتفق تردده مع تردد اذا اتفق الترددين يعني تردد الدائرة مع تردد الموجة او التردد اللي انت عايز تنطقيه او يكون قريبا جدا منه وتسمى هذه الدائرة المهتزة بدائرة الرانين يبقى ايه هي دائرة الرانين دي دائرة مهتزة تحتوى على مقاومة صغيرة وملف حس ومكاسف ومصدر متردد ايه اللي بيحصل في الدائرة دية هي لا تسمح الا بمرور الطيار الذي تردده يتفق مع ترددها او قريبا جدا من هذا التردد الى هنا يا ابناء العزاء تنتهي حلقة اليوم خد بالك من دائرة الرانين ما هي شروط الرانين اهم حاجة تقول لي اكس ايه اللي بتساوي اكس سي وبالتالي زدها تساوي ار ويمر في الدائرة اكبر طيار الطيار هنا هيساوي في على ار في لياي ام اف للمصدر على ار وبالتالي تنسيتها تساوي سفر ان شاء الله في الحلقة القادمة هنعمل مراجعات على الوحدة الاولى الفصل الاول الطيار الكهربي وقانون اوم وقانوني كيريشوف في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته